مشاهدين اهلا بحضراتكم منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة توصل مصر جهودها لدعم الاشقاء الفلسطينيين بغزة انطلاقا من شعورها بالمسئولية الانسانية عن اهالي القطاع وفتحت مصر منذ اللحظة الاولى معبر رفح بدون قيود او شروطا وقامت بحجد مساعدات انسانية باحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها او من خلال جميع دول العالم التي قامت بارسال المساعدات الى مطار العريش وضغطت مصر بشدة على جميع الاطراف المعنية لانفاذ دخول المساعدات الى غزة الى ان استمرار قصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح من قبل اسرائيل والذي تكرر اربع مرات حالة دون ادخال المساعدات وبمجرد انتهاء قصف الجانب الاخر من المعبر قامت مصر باعادة تأهيله على الفور واجراء التعديلات الفنية اللازمة بما يسمح بادخال اكبر قدر من المساعدات لاغاثة اهالي القطاع وتحملت مصر ضغوطا واعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية ادخال المساعدات وفي سبيل ذلك قامت ومازالت باتصالات مكثافة مع جميع الاطراف سواء الاقليمية او الدولية او الاممية للضغط من اجل اتاحة دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب وبلغت نسبة المساعدات التي تصل لقطاع غزة مقدمة من مصر حكومة وشعبا ومجتمعا مدنيا ثمانين بالمئة واقامت مصر بتسهيل وتنسيق زيارات المسؤولين الدوليين والامميين للمعبر ليتفقدوا من ارض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية وللمعاونة في تخفيف وطأة الازمة الانسانية الحادة التي يعاني منها سكان قطاع غزة بالمناطق التي يصعب وصول المساعدات اليها برا نفذت مصر اعمال اسقاط جوي لاطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الاغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع كما تشارك في تحالف دولي لاسقاط المساعدات الانسانية والمعونات الاغاثية على قطاع غزة ويظل موقف مصر الثابت مصمما على وقف اطلاق النار في غزة باسرع وقت ممكن حماية للمدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة انسانية يمكن تصورها وانقاذا لهم من القصف والجوع والمرض وكذلك ستستمر مصر في قيادة وتنظيم وحشد وادخال المساعدات الانسانية لادخالها للقطاع باكبر كميات ممكنة وتحث في هذا الصدد جميع الاطراف المعنية على التعاون والتنصيق وتقديم التسهيلات اللازمة لادخال المساعدات بالشكل المنشود كما تؤكد مصر ان اية محاولات او مساعد لتهجيل الفلسطينيين من اراضيهم ستبوء بالفشل وان الحل الوحيد للاوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشاهدين كان هذا عرضا مجزا حول جهود مصر لدعم الاشقاء الفلسطينيين بقطع غزة شكرا لكم على طيب المتابعة شكرا لكم